رقم واحد عايزين نركز عليه ونأكد عليه في حل المشاكل تخيلوا حضراتكم واحد رايح للطبيب عنده مشكلة معينة الطبيب هو رايح مثلا المريض ده هيعمل عملية الزي ده الدكتور هيفتح له حاجة غير الزي ده يعني وراجل جراح هيقوله طب استنى بقى نشق البطن كلها كده نتطمن على جوه بالمرة يعني مش هاسمها كده ده بيفتح فتحة بسيط قوي 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 على قد العملية احنا ليه بندخل الملفات في بعضيها بمعنى انا وزوجتي طيب زوجتي واخوتها هي علاقتهم ببعض لا سامح الله زعلنين مع بعضهم يصطفوا مع بعض انما انا بيزعلن معهم مش كده ولا ايه لا احنا بنعمل تكتلات في الخصومات ودي مصيبة زي واحد وامراته او هم علاقتهم ببعض دول زوجين يدخلوا الولاد في المشكلة او الولاد ملهمش علاقة بالموضوع انت وزوجتك مشكلتكم حلوها مع بعض طيب يا ايها الزوج الكريم زوجتك وامها بينهم بقى ملفات واخوتها ومراس وقضايا لو سمحت حرق مالك شدعب الموضوع ده هي امها مع بعض دي حماتك تشيلها على رأسك من فوق العقده على البنات يحرموا الامهات دي امك خلاص مش انت عقدت على مراتك او انت عقدت عليها امها بقت اماما خلاص تشيل ماما على رأسك من فوق مهما يحصل الحجمونة مامتها مهما تعمل فيها دي ماما يا حجمونة تسألي عليها وتبريها يا جماعة لا يزيدوا في العمر إلا البر البر هو اللي بيزود الأعمار هو اللي بيبارك الأعمار البر صلة الرحم صلة الرحم دي من أهم فوايد صلة الرحم انها تعمر الديار البيت ما يبقاش خربان البيت عشان يبقى عمار يقول لك عمار يا مصر يا ربنا يجعل بيوت المحسنين عمار عشان تبقى بيتك في عمار يبقى صلة الرحم اتنين زعلانين مع بعض اخ واخوه زوج وزوجته ابه وابنه ما نكبرش الفجوة ما تتسعش ما نعملش بقى جابها مع الاب وجابها مع الابن جابها مع الزوج وجابها مع الزوجة لا زوج وزوجة زعلانين مع بعض خلاص نحاول نصلح ما بينهم مش أنا بقى اقف في صف ده وانت تقف في صف التاني وده يقف في صف ده وده التاني تقف في صف مردش ربنا سبحانه وتعالى والنبي حذرنا من ذلك وقال من اعانى على ظلم او اعانى على خصومة بظلم لم يزل في صخط الله حتى ينزع يعني ايه يعني ربنا يغضب عليه الطبيعي لما تيجي حضرتك تقول لي ده انا زعلان من اخويا ان انا اهديك شوية ناحية اخوك اقول لك معلش وده اخوك يا اخي وبعدين ده اخي سبحان الله ده ربنا بيقول سيدنا موسى سانا شده عضو دك باخيك يا اخي الكريم ده انت اتفرط في الدنيا وما اتفرطش في اخيك مش انا بقى اعمل حزب معاك ضد اخوك شكرا